السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عبدالله اسماعيل oraz ahelemm citing في فيديو جديد من النظام اليهره سأتحدث عن سلينيمن Bevölkerه كيف نسترد بعض الettes كيف نسترد سلينيم euholl é install Java علشان تقوم بإنستال الجابا محتاجين الأول نتأكد هل الجابا موجودة أصلا على الجهاز ولا لا علشان تعرف الجابا موجودة على الجهاز ولا لا هتروح وتفتح ال CMD وهتكتب هنا في CMD Java علامة المينس دي وتكتب Virgin دوس انتر أنا طبعا عشان نستطى بالجابا قبل كده فظاهر لي انه أنا مستطى وظاهر لي كمان ال Virgin بتاع الجابا اللي أنا مستطى انت مفرد هيظهر لك ان الجابا عندك مش موجودة هيقول لك ان مفيش أصلا جابا فال Virgin مش عارف يظهره فهنضطر ساعتها نروح نستطى بإيه الجابا علشان نستطى بالجابا سأجب لكم اللينك تحت في الدسكريبشن بس خلال نروح نشوفه برضو سواء دلوقتي لما نضغط على اللينك إلا يحصل بعد ما نفتح اللينك او بعد ما ندوس على اللينك لما قد تحت في الدسكريبشن هتلاقي هنا الزرار الأفضر ده اللي هو دولد جابا انزلك فيها Exe هتفتحه وتدوس Run وتبشي مع الخطوات Next Next وفي الآخر ايه تتأكد انك حملت الجابا إذا تتأكد انك حملت الجابا هنروح برضو تاني على CMD اللي هو جابا علامة Minus Virgin وندوس Enter وهتلاقي فعلا ان الجابا بتاع الجابا ظهرت فهتعرف بكده ان انت استطبت الجابا طيب نخش على الخطوة اللي بعد كده وهي Install IDE ال IDE اللي انت هتكتب فيه الكود اللي انت هترن منه الكود بتاعك اللي انت هتستطب أصلا عليه السلم طبع عندنا كذا IDE عندنا Eclipse وعندنا الاباتشي وعندنا الانتليجي انا بصراحة بفضل الانتليجي انا شتغلت عليه وريحني فانا بتفضلوه فده اللي هنعمله ده ولود النهاردة مع بعض انت ممكن تشغل على الانتليبس وممكن تشغل اي حاجة تانية انت حاسس انه بتريحك يعني وموضوع بالنسبة لك بسهل اللي فيه انا سيبلكم الانتليجي تحت في الانتليجي تحت يبقى دوسوا عليه ويبقى ديكو على طول مفروض للصفحة اللي انا فتاحها دي طيب تمام الانتليجي في الانتليجي ممكن تحمله عندنا الالتليجي ودي مفروض النهائية بفلوس لو ميديك 30 يوم لبلغة انك تجربها وفيه اللي هي الكميونتي الكميونتي اللي هي فور فري نحن محتاجينها حاليا فهتدوس على داونلود وبعد ما تدوس على داونلود هنزل معك الفايل بإكسسنشن اي اكس اي هتدوس على الفايل وتفتحه وتمشي معه الخطوات لغاية ما تعمل سيت اوب والموضوع سهل جدا انا عشان مستطى بالكلام دا قبل كده فمش عمله تاني هنا معك في الفايل لانه موضوع اصلا بسيط جدا بعد ما استطلنا الاي دي اي بتاعنا هنروح للخطوة المهمة بتاعت النهاردة اللي احنا اصلا عامل فيديو دا عشانها وهي السلينيام عايزين نعمل انستول السلينيام نعمل دا ازاي بقى اول حاجة هتفتح الويب سايت بتاع السلينيام هسيب لكم اللينك بتاع تحت في الديسكريبشن عشان الموضوع بعد مندخل عجله بج서ية سلينيام احنا عايزين نعمل انستول السلينيام وابا اول حاجة هنینطب الان نقدم ادوص على نقل وندوس على بعد كده ندوس على جيتنج ستارتد وننزل تحت شوية واول حاجة محتاجين ان wirn ehn install الز Veblazer هن indeed هدوس عليها و هتأخذ الكود ده كوبي بعد هتأخذ الكود الوقت على الـ Dependency ده كوبي محتاجين ان احنا نحطه جوه Project في الـ IntelliJ عشان نحط الكود ده في الـ IntelliJ محتاجين الاول ان احنا نعمل الـ New Project الـ Project بتاعنا لازم يكون ميفين و لازم تكون اللغة اللي اختارنا هتكون اجازة تختار الـ Location بقى ان كانت عايش تخطفين و تسمي الـ Project انا مثلا بحسنيني النظام و تدوس على Create بعد ما عملنا Create New Project واستنيني يحمل احنا نحتاجين دلوقتي للفايل اللي هو اسمه احنا نحتاجين الفايل ده دلوقتي هنفتح الفايل ده كده بصعير هتلاقيه فتح هنا معانا ده كده يؤكد لنا و نفتح هنفتح هنا تاج و هنسميه الـ Dependency و نعمل Best للكود اللي احنا ايه كنا وخدئين كوبي من على موقع بتاعصير اليوم و ننضيسينا على و ننزل تحت عن كلمة ميفين و ندوس الـ Load Project و نستنى الـ Project اللي معانا اللي يحمل و ندخل على الـ External و ننزل تحت لغاية ما نلاقي السلينيام بتاعنا و كده خلاص السلينيام بتسطط و كنا نكون سططنا السلينيام و ان شاء الله يكون الفيديو عجبكو و استفدتوا منه حاولوا تجربه و يقف مع سؤال يكتبوا تحت في الكومنتات او يبعتلي على الموفايل بتاعي على الانجديد اشتركوا في القناة